يعتزم منتخب الأردن تسجيل مشاركته الأحد عشر في تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 وذلك عندما يحل ضيفا على منتخب طاجيكستان على أرضية ملعب دوشانب المركزي وكان وفد منتخب النشام بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة قد توجه صباح الاثنين للعاصمة دوشانب استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب الطاجيكي لحساب المجموعة السابعة التي تضم أيضا كل من السعودية وباكستاني تقام مباراة الأردن ضد طاجيكستان في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 مساء يوم الخميس الموافق السادس عشر من نوفمبر 2023 وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت الأردن والسعودية ومصر الخامس مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمانة نتمنى أن ينال الفيديو عجابكم صفحة صدى الوحدات ترجمة نانسي قنقر